شكرا جبي رئيس الاتحاد جاول فلاح وسيد البحري باجا بالنسبة للسدود بالنسبة للسدود اللي موجودة في ولاية باجا السدود خاصة بالنسبة للسد سيدي سالم وضعيته وضعية صعبة جدا وهكا عليش نحن اليوم في وضعية كانت تعرفوا اللي المناطق الساقوية على مستوى تستور ومجاز الباب وقبلات اللي هي تتغذى من سد سيدي سالم مواقفة طوى عندها أكثر من شهر لأنه سد سيدي سالم وصل إلى وضعية أنك ما عادش نجم الضخ منه وضعية سد سيد البراق أيضا يعني المنسوب نتاعه ولكلكم تلاحظوا فيه أنه المنسوب نزل إلى أقل من خمسين في المياه يعني طوف لله بالنسبة لكساب هو مياه صالح للشرب وضعيته أيضا صعيبة كما السدود الموجودة على المستوى الوطني نحن هذا هنا نتوجه معنا حتى جيهة نتوجهولها كان الرب إن شاء الله ربي يغيثنا وإن شاء الله يقعد تدارك في الموسم اللي نشتاء على الأبواب نحن في موسم وإن شاء الله ربي يغيثنا